وماذا تضيف قطر لهذه البطولة وماذا تضيف البطولة لقطر شوف عبد الرحمن الحقيقة أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع أن البطولة تتعمل في ظروف جائحة كورونا وأكثر كمان المتفائلين لم يكن يتوقع أن البطولة تتعمل بدون جمهور الحقيقة قطر قدرت من خلال تنظيمها البطولتين في غاية الأهمية دوري أبطال آسيا سواء لمنطية الغرب أو لمنطية الشر أنها توصل رسالة لكل العالم وكل أسرة كرة القدم العالمية أن ممكن تتعامل منافسات رياضية وممكن تتعامل منافسات كروية على الرغم من الجائحة من خلال بعض الإجراءات وبعض الترتيبات للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة الناس أعتقد أن ده إدى كمان الفيفا الضوء الأخضر أنه ما يلغيش البطولة كان كل الناس بتقول خلاص البطولة ما تعملتش في 2020 لسنا بصدد مديح قطر فقط لا تحتاج إلى المديح ولكن هل تعتقد بأن هذه النقطة تحديدا أن الفيفا ما لغى هذه البطولة على اعتبارات أن هناك تجربة كانت عبارة عن دورة أبطال آسيا نجاح مبهر على مستوى الشرق وعلى مستوى الغرب هذا كان سبب رئيسي باعتقادك؟ هو مش مديح أنت بتكلم في واقع وبالعكس أنت لما بتكلم في واقع هو ده بيفرض نفسه الحقيقة لأن الظروف كانت صعبة وكل الناس كانت متخوفة أن أنت دلوقتي تنظم بطولة إزاي ودلوقتي فيه إصابات كل يوم إصابات بجائحة كورونا أعتقد أن بالفعل كان بطولة دورة أبطال آسيا كانت ضق أخضر بالنسبة للفيفا بالتحديد كمان زي ما كانت للاتحاد الأسيوي لكرة القدم أن نحن ممكن نعمل منافسات بل ونعمل منافسات من خلال حضور الجماهير على فكرة الفيفا والاتحاد الأسيوي بيتابعوا برقبوا كل الدوريات المعمولة في كل أنحاء القرارات المختلفة حتى تجربة الدوري القطري هنا كانت بحضور الجماهير مباراة كاس الأمير الذي حضر 50% من ساعة الأستاذ أحمد بن علي بنادر ريان أو 40% أنا كان ذكرت الحضور الجماهيري قطر أيضا هي أول دولة في المنطقة تسمح للجماهير بعدد محدود بدخول الملاعب وهذا أيضا